طيب الآن نتحدث عن العقوبات في واقع الحلقة التي تفرض على إيران هل أجدد نفعاً عملياً؟ وفي كل مدة زمنية نرى مزيداً من هذه العقوبات التي تفرض على هذا النظام وكأن الأمر بلا جدوى فيما يتعلق بتعامل سلطات النظام الإيراني مع المتظاهرين مثلاً أو المحتجين فرغم فرض عدة دول عقوبات جديدة على إيران ذلك رداً على قمع النظام الاحتجاجات السلمية إلا أن معهد واشنطن رأى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق دولي على هذه العقوبات أو بخصوص هذه العقوبات وببذل المزيد من الجهود لتوسيع رقعتها فبحسب تقرير المعهد يجب أن تشمل العقوبات حظر السفر تقييد التعامل مع الجهة الإيرانية الخاضعة للعقوبات ووفق التقرير قد يكون حظر السفر أيضاً أكثر تأثيراً إذا استخدمت الحكومات بيانات السفر الدولية لتحديد الجنة الإيرانيين الذين سبق لهم أنزار أوروبا أو أمريكا أو كندا إذ قد تكون لديهم خطط لتكرار الزيارة في المستقبل كما أوصى التقرير أن تستمر الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات وموأمة قوائمها قدر الإمكان على النظام الإيراني بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان كما يتعين على العواصم الغربية أن نظر في توسيع رقعة تجميد أصول الأفراد وعائلاتهم الخاضعين للعقوبات كما يجب أيضاً استهداف الزوجات أو الأبناء الراشدين للأشخاص الذين عليهم عقوبات وأيضاً فرض قيود على الهجرة على أفراد العائلة المباشرين بموجب قانون الهجرة والجنسية ووفق التقرير فإن العقوبات يجب أن تستهدف قادة الجهاز الأمني الإيراني من المرتبة الأدنى بالتوازي مع عناصر أخرى من الجهاز إضافة إلى المسؤولين القضائيين الذين يتحملون مسؤولية محاكمة المتظاهرين وإصدار الأحكام بحقهم وإعدامهم وراء التقرير أن العقوبات قد تسهم أيضاً في تغيير سلوك أي من عناصر الأمن الإيرانيين الذين قد يكونون حذرين من التعرض للانتقاد